درسنا اليوم في مادة المهارات النفسية والاجتماعية المستوى السادس لنظام الفصلي المسار الأدبي والإداري وتحفيظ القرآن ودرسنا اليوم في الوحدة التاسعة للمشكلات الاجتماعية الدرس الأول المشكلات الاجتماعية جزء الثاني من الصفحة 157 إلى الصفحة 159 ويقدمها لكم الدكتور ماجد رنزي ماذا سنتعلم في هذا الدرس؟ سنتعلم أهم المشكلات الاجتماعية في المجتمع السعودي مشكلة إساءة استخدام قانوات التواصل الاجتماعي والتقنية الحديثة كذلك سنتعرج على بعض مصطلحات شبكات التواصل الاجتماعي وكذلك سنتعرف على بعض الإيجابيات قانوات التواصل الاجتماعي والقانوات الاتصال الحديثة وقانوات الاتصال الحديثة فدرسنا في الوحدة التاسعة في المشكلات الاجتماعية في الدرس الثاني أهم المشكلات الاجتماعية وسنتناول المشكلة الأولى وهي مشكلة إساءة استخدام قنوات التواصل الاجتماعي والتقنية الحديثة شهد القرن الماضي ثورة معلوماتية ساهمت في إيجاد تقنيات اتصال حديثة ساهمت في إيجاد قنوات اتصال حديثة ساعدت على تقريب مجتمعات العالم ومن ثم ربطها ببعض وقد تبلورت تقنيات الاتصال الحديث في قنوات عدة منها تقنية البث الفضائي وشبكة الانترنت والهاتف الذكي الأمر الذي أثر في أنماط التفاعل الاجتماعي ويهمني تركيز على هذه النقطة أثرت على أنماط التفاعل الاجتماعي وبالتالي هو الذي أثر تأثيراً سلبي لها تأثير إيجابي لكن التأثير السلبي هو الذي أدى إلى إساءة الاستخدام إساءة الاستخدام أثر على أنماط مجموعة من أنماط التفاعل الاجتماعي بشكل سلبي وبالتالي أدت إلى إساءة استخدام تلك التقنية وتلك الميزة وتغير صورة العلاقات وتغيرت صورة العلاقات الاجتماعية وخاصة لدى فئة الشباب لماذا نقول فئة الشباب؟ لأنهم أكثر من يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي ويعيشوا في ظل عالم تقني ومجتمع افتراضي سيطر على أكثر اهتماماته وعلاقاته وأخذ الكثير من أوقاتهم ومن أبرز تلك الاهتمامات التواصل الاجتماعي أو مواقع التواصل الاجتماعي الذي يتوفر لهم عن طريق شبكات اجتماعية عن طريق الانترنت عن طريق خدمة الانترنت وكان لهذا العالم أثر كبير على الهوية الاجتماعية أثر كبير على الهوية الاجتماعية أثر كبير على الهوية الاجتماعية والوطنية وعلى الترابط الاجتماعي داخل المجتمع الواحد وأثر على حياة الناس بشكل عام سواء بشكل سلبي أو بشكل إيجابي بشكل سلبي أثرت تأثيراً إما بشكل إيجابي بتعزيز الوطنية وتعزيز الترابط والتأثير على حياة الناس يعمون بشكل إيجابي أو بشكل سلبي بالتأثير على الهوية الوطنية الاجتماعية والوطنية بشكل سلبي كذلك والترابط بشكل سلبي أو التأثير على العالم أو حياة الناس بشكل عام بشكل سلبي فهو له تأثير هذه التقنية أو وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير لها بعدين في التأثير إما إيجابيا وإما سلبي وفي هذا الدرس ستناول الجوانب الإيجابية وفي الدرس القادم ستناول الجوانب السلبية الجوانب السلبية لهذه الظاهرة أو هذه المشكلة شبكات التواصل الاجتماعي أو قنوات التواصل الاجتماعي ما يعرف بالسوشال ميديا مصطلح يطلق على مجموعة من المواقع على شبكة الانترنت العالمية التي تسمح هنا خصائص هذه الشبكة تسمح المشترك المشترك بإنشاء موقع خاص موقع بإسمك ومن ثم ربطه من خلال نظام اجتماعي إضافة أصدقاء إعادة تغريد كذا إضافة أيًا كان هذا النظام الربط من خلال ربط أكتروني مع أعضاء آخرين تشكل لك مجموعة أعضاء أو أصدقاء بطريق النظام الأكتروني فالموقع يساعدني بإنشاء صفحة أو موقع خاص فيك ومن ثم يربطك من خلال النظام الاجتماعي الإلكتروني الموجود في الموقع يربطك مع أعضاء آخرين متواجدين في نفس الموقع في نفس الموقع فهي شبكات التواصل الاجتماعي هي مجموعة من المواقع على شبكة الأنترنت العالمية التي تسمح المشترك فيها بإنشاء موقع خاص بإنشاء موقع خاص هذا مميز مواقع التواصل الاجتماعي بأنك تضع موقع خاص تضع فيه ما تريد وتتواصل مع من تريد ترسل وتستقبل من الأشخاص الآخرين المضافين لديك المضافين لديك كذلك ووصفت بالاجتماعية لأنها تتيح التواصل مع الأصدقاء والزملاء وتقوي الروابط بين أعضاء هذه الشبكة وإن كانوا أصدقاء افتراضيين في عالم افتراضي لكنه يكون علاقات اجتماعية يكون علاقات اجتماعية ذلك وصفت بالاجتماعية شبكات التواصل الاجتماعية شبكات التواصل الاجتماعية هذا بسبب وصمها بالاجتماعية لأنها تتيح التواصل مع أصدقاء وزملاء آخرين قد تعرفهم قد تعرفهم وأصدقاء وهميين عن طريق الشبكة هذه مجموعة صورة لمجموعة مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، سناب، فيسبوك مجموعة من مواقع التواصل الاجتماعي وهي كثيرة صعب حسرها مفاهيم سنتناول بعض المفاهيم أو مفهوم الشبكات الاجتماعية ماذا نقصد بخدمة الشبكات الاجتماعية؟ وهي خدمة إلكترونية التي تسمح المستخدمين بإنشاء وتنظيم ملفات شخصية لهم كما تسمح لهم بالتواصل مع الآخرين فهي شبكات اجتماعية مجموعة من الشبكات المواقع الكبيرة تسمح للأشخاص الموجودين بأنهم ينظمون ملفاتهم سير، معلومات، صور، مقاطع ينظم ملفاته بشكل شخصي هو يقوم بتنظيمها ويسمح له بالتواصل مع الآخرين في نفس الموقع عندما نحاول اجتناب مشكلة نحاول معرفة أسباب حدوثها ومن أجل الحد ومن نتائجها غير المرغوب بها استخدام مهارة إيجاد الأسباب واستخلاص النتائج يعني ندينا مشكلة نحاول معرفة أسباب حدوثها من أجل الحد من نتائجها كجانب وقائي غير المرغوب فيه استخدام مهارة إيجاد الأسباب واستخلاص النتائج لمعرفة أسباب هذه المشكلة وضعف الصلاة بين أفراد الأسرة وما نتج عنه من ضعف الضبط الاجتماعي وهو ما تحدثنا عنه في أسباب المشكلة الاجتماعية في الدرس السابق نشاط كيف تحولت ظاهرة استخدام قنمات التواصل الاجتماعي إلى مشكلة ولماذا من وجهة نظرك تعتبر مشكلة هذا بالرجوع إلى الأسباب المشكلات الاجتماعية أن المشكلة الاجتماعية لها مجموعة من الأسباب وليست أحادية السبب فهي مجموعة من الأسباب من ضعف العلاقات من ضعف الربط من ضعف الضبط وكذلك من ضعف زيادة في عاملات التفاعل الاجتماعي الغير المرغوب فيه بالتالي أدت إلى مشكلة اجتماعية مشكلة اجتماعية وهو ترتبط في الجوانب السلبية إيجابيات استخدام قنوات التواصل الاجتماعي سنتحدث عن الإيجابيات لهذه القنوات وملاحظة في السنوات الأخيرة انتشار قنوات التواصل الاجتماعي والتقنية الحديثة بحيث أصبحت متاحة للجميع من الجنسين بصرف النظر عن أعمارهم بصرف النظر عن أعمارهم ومستوياتهم التعليمية والاقتصادية فهي متاحة للجميع بشكل كبير ولذلك بسبب هذا التنوع واستخداماتها وتوفر قلة وتوفرها وقلة تكريفتها والشيوع استخداماتها شاعت داخل المجتمعات كثيرا وانتشرت خلال فترة زمنية بسيطة انتشرت مواقع التواصل الاجتماعي لعدة أسباب وجيزة وأصبحت ظاهرة اجتماعية لها جوانب إيجابية وجوانب سلبية ومن النواحي الإيجابية التي أشارت لها الدراسات الحديثة بالتفاعل الاجتماعي عبر تقنية التواصل الاجتماعي ما يليس نورد بعض من تلك الجوانب الإيجابية لاستخدام قنوات التواصل الاجتماعي بشكل وجيز وليست هي السباب الوحيدة لكن موجود أسباب أخرى أولا لديها مرونة الشخصية وهي القدرة الفرد على التعبير عن الذات بالإضافة إلى قدرتها عن التفاعل الإنساني وامتلاك الأدوات الاتصال يعني قدرة على التعبير على الذات الأشخاص الخجولين مواقع التواصل الاجتماعي أتاحت لهم أن يعبر عن ذاته بكل مرونة وبدون قيود وبدون قيود بالإضافة إلى قدرتها على التفاعل الإنساني هناك عملية تفاعل بين مرسل وبين مستقبل هو عملية تفاعل بين شخصين وذلك امتلاك أدوات الاتصال مع الآخر ضمن الثقافات المختلفة يعني شخص في المشرق يتحدث في نفس اللحظة مع شخص في المغرب أو في رأيت الدول في المملكة العربية السعودية ويتحدث مع شخص في أوليات المتحدة الأمريكية وهي الثقافتين مختلفتين وتاحت مواقع التواصل الاجتماعي الاتصال بينهما الاتصال بينهما فهي ميزة إيجابية للاطلاع على الثقافات الأخرى وكذلك التعبير عن الذات للأشخاص الخجولين أو الانطلاق بالتعبير عن الذات بدون قيود محددة والتعبير عنها بكل ريحية هذا من ضمن الجوانب الإيجابية لمواقع التواصل أو استخدام قنوات التواصل الاجتماعي والتقنية الحديثة ثانيا التفاعلية فالفرد فيها كما أنه مستقبل فهو أيضا مرسل ومشارك فهي تلغي السلبية وتعطي حيز المشاركة فالفرد في هذه المواقع هو ليس سلبي إنما هو مشارك فيها من حيث الإرسال ومن حيث الاستقبال من حيث الإرسال ومن حيث الاستقبال فهو يتميز بالتفاعلية داخل هذا المجتمع الافتراضي ومواقع التواصل الاجتماعي فهو متفاعل فهو مرسل ومستقبل ومشارك في مواضيع التواصل الاجتماعي ومواضيع التي تداره داخل هذا الموقع كذلك تنمية الوعي الاجتماعي لدى الشباب بمجريات الأحداث على المستوى المحلي والدولي فهي تواصل الاجتماعي تنمي الوعي عن الأحداث التي تجري في الداخل والأحداث التي تجري من حولنا في المجتمع الدولي فهي تنمية للوعي الاجتماعي لدى الشباب أو غيرهم من مجريات الأحداث وذكرنا الشباب لأنهم هم أكثر استخداما لمواقع التواصل الاجتماعي وأكثر تؤثرا فيها رابعا تثري مواقع التواصل الاجتماعي منظومة قيم الشباب فهي نحو المشاركة الاجتماعية والتأثر في الرأي العام وتدعم قيم التواصل أو قيم قيم التطوع فهي تثري هذه المواقع التواصل الاجتماعي منظومة القيم لدى الشباب تعزز من قيمة أو تخلق قيمة جديدة أو تطفئ قيمة قديمة أو قيمة سلبية فهي تعزز أو تثري مواقع التواصل الاجتماعي منظومة القيم وتنشئ قيم جديدة لدى الشباب قيم مختلفة عن قيم المجتمع فهي تنشئ مجموعة من القيم الإيجابية نحمل مشاركة الاجتماعية والتأثير في الرأي العام وتدعم قيم التطوع لديهم ونتحدث عن الجوانب الإيجابية فقط نتحدث عن الجوانب الإيجابية فقط لتلك المواقع أو مواقع التواصل الاجتماعي خامسا تلغي الحواجز الجغرافية وتجعل العالم كقرية واحدة فهي تلغي كل الحواجز الجغرافية والمكانية بحيث يستطيع فرد من الشرق التواصل مع فرد من الغرب ببساطة وسهولة ببساطة وسهولة فهي تلغي جميع الحواجز الجغرافية والمكانية بسبب ارتباطها بالأنترنت وبعدم ارتباطها بالتضاريس الجغرافية والمكانية وبالتالي ميزة من مزايا استخدام قنوات التواصل الاجتماعي أنها تربط الشخص في الشرق يرتبط أو يتواصل مع شخص في الغرب ببساطة وسهولة سريعة نعيد إيجابيات استخدام التواصل الاجتماعي أو ما يسمى بالسوشيل ميديا والتقنية الحديثة إيجابياتها مرونة الشخصية فالشخص فيها قادر على التعبير عن ذاته بشكل مريح والشخص الذي لا يعبر عن ذاته والشخص الخجول في مواقع التواصل الاجتماعي قد تكون فائدة في تعزيز جوانب في الذات ورفع من قيمة تقدير الذات كذلك قدرتها على التفاعل الإنساني بين طرفين وامتلاكها أدوات الاتصال مع الآخر ضمن الثقافات المختلفة فتواصل مع ثقافات مختلفة فهي تمتع الشخصية بالاطلاع والتعرف والتفاعل والتعبير عن الذات وتقدير الذات والرفع من قيمة الذات كذلك هي تتميز بالتفاعلية فهي تفاعل بين شخصين مرسلون ومشارك مستقبل ومشارك في المستقبل مرسل ومشارك فهي تلغي السلبية من حيث عدد المشاركة ومشاركات في الفاعلة داخل هذه المواقع فهي إما أن تكون مرسلا أو مشاركا أو مرسلا ومشاركا فهي تلغي السلبية وفيها عملية من التفاعل بين الأفراد داخل مواقع التواصل الاجتماعي كذلك تنمي الوعي الاجتماعي لدى الشباب خاصة لأنهم أكثر استخداما أو أكثر تأثرا بمواقع التواصل لأنهم يطلعون على مجريات الأحداث على المستوى العالمي والمحلي وبالتالي هي تنمي لديهم الوعي الاجتماعي أربعة كذلك تثري مواقع التواصل الاجتماعي منظومة قيم الشباب تثري مواقع التواصل الاجتماعي منظومة قيم الشباب وبالتالي تؤثر على قيمهم نحو المشاركة الاجتماعية بالرأي العام وتدعم قيم جديدة وقيم التطوع وإنشاء قيم جديدة أو تعزيز قيم إيجابية من مواقع التواصل الاجتماعي أو من تأثيرات مواقع التواصل الاجتماعي كذلك تلغي الحواجز الجغرافية وتجعل المجتمعات كقرية واحدة وتجعل المجتمعات كقرية واحدة بالتواصل شخص من الشرقي يتواصل مع شخص من الغرب بدون قيود وبشكل سريع وبسيط جدا وكذلك التكلفة المادية بسيطة جدا فيستطيع أن يتواصل مع الشخص الآخر بشكل كبير بشكل كبير وبدون قيود وبالتالي تلغي الحجوز أو الحواجز الجغرافية والمكانية تلغي الحواجز الجغرافية والمكانية تلخيص لما سبق أن تعلمناه في هذا الدرس تعلمنا في هذا الدرس عن استخدام قنوات التواصل الاجتماعي والتقنية الحديثة كأحد أهم المشكلات الاجتماعية في المجتمع السعودي وكيف أثرت على أنماط التفاعل الاجتماعي وتغيير في صورة العلاقات الاجتماعية وأثرت مواقع التواصل الاجتماعي في صورة العلاقات الاجتماعية وتعلمنا أن الشبكات التواصل الاجتماعي أتاحت المستخدمين خدمات الإلكترونية من إنشاء ملفاتهم الشخصية والتواصل مع الآخرين وتناولنا إيجابيات أو بعض الإيجابيات تلك القنوات من القدرة على التعبير والتفاعل مع الآخرين بالاستقبال والإرسال وقد يكونوا بكليهما باستقبال وإرسال ومشاركة كذلك تنمي الوعي بالأحداث المحلية والدولية لدى الشباب وبالتالي تزيد من قيمة الوعي لديهم وإنشاء قيم جديدة أو تعزيز قيم سابقة إيجابية وبشاركة في الرأي العام والمساهمة كذلك في الأعمال التطوعية وكذلك من إيجابيات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشال ميديا أنها ألغت الحواجز الجغرافية وجعلت العالم كقرية صغيرة سهل التواصل بين الثقافات وبين المجتمعات بصورة بسيطة هذا أبرز ما ذكرنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته